موسيقى محكي لي في صباقات في إحدى صباقات المراحل سلك متسابق مسارا تمثله المعادلة التربعية أعطاني المعادلة وكانت عندي كالاتي اللي هي Y تساوي X تربع هذه أول مسألة أعطانيها وهي أول معادلة عندي تعتبر في حين سلك متسابق آخر مسارا تمثله المعادلة X تربع زائد 3X ويساوي Y زائد 2 إذن طب مني في هاي الحالة نوجد نقطة التقاطع بين مساري المتسابقين ومعدها نبلش في خطوات الحل هلأ أول خطوة بدنا نعملها في هاي المسألة إذن تم ذكر عندي هاي المسألة أعطاني في إحدى صباقات وأعطاني اللي هو المعادلتين التربيعيتان أول خطوة حل أنا بدي أعملها نكتب المعادلة بالصورة القياسية بدنا نطلحها إذن عندي بإيش بدلالة ال-Y يعني بتصير عندنا المسألة كالآتي نكتب هون إذن طلعنا المسألة كانت عندي اللي هي X تربيع زائد إذن عندي X تربيع زائد إذن 3 X ناقص 2 3 X ناقص 2 وبدها بكل ياتها بدنا إحنا نساويها في قيمة ال-Y إذن هاي كانت إذن عندي أول مسألة إحنا بلشنا في حلها إنه إحنا حطينا المسألة التي طلعت معنا اللي هي X تربيع زائد 3 X ناقص 2 وساوت إذن عندي Y هلأ بيطرح عنا طرفين من رقم 2 إذن لحتى نبسط المسألة أكتر بدنا نطرح الطرفين من رقم 2 فبتصير عنا قيمة ال-Y شو بدها تساوي إذن هون على 2 في 2 إذن لو وزعنا الـ 2 إذن في كل الأطراف قيمة ال-Y بتطلع عندي اللي هي X تربيع زائد 3 X تربيع إذن زائد 3 إذن X تربيع إذن عندي بتطلع زائد 3 X تربيع زائد 3 X زائد 2 إذن في هاي الحالة إذن أول إيشي إحنا بسطناها بعدها إذن قسمنا على العدد 2 قسمنا على العدد 2 طيب تمام هلأ لهون إحنا منقدر نعتبر حالنا خلصنا خطوات الحال طبعا أكيد لا في الخطوة الأخرى بدنا نجمع المعادلتين مع بعض إذن إذا لاحظتوا أول إيشي طلعنا لهي قيمة المتغير Y بعد هيك شو بدي أعمل بدنا نجمع المعادلتين مع بعضهما البعض ونكمل خطوات الحل أو لا قبل ما نجمع هم الخطوة الأهم إحنا ما بنجمع إحنا إذن بنساويهم في بعضهم البعض نساوي المعادلتين ببعضهم البعض فبتصير عندي اللي هي X تربيع زائد إذن عندي ثلاثة X زائد اتنين بإيش بدي أساويها في المعادلة الأولى اللي هو أعطاني إياها X تربيع إذن كمان مرة بعد ما خلصنا القسمة مباشرة ساوينا المعادلتين ببعضهما إذن بعد ما ساويناهم في بعض إذن أول خطوة إذن بنعملها دائما بعد ما نخلص القسمة بإننا نساوي المعادلتين ببعضهما طب إحنا ساوينا المعادلتين بعدها بنطرح مندور على العامل المشترك اللي إحنا ممكن عن طريقة نقوم في عملية تبسيط المسألة والي هي عندنا X تربيع فبتصير عندنا شكل المسألة كالآتي إذن بطرح X تربيع بطرح X تربيع كيف رح يصير طب عندي شكل المسألة يا ميس بتصير إذن عندنا المسألة كالآتي اللي هو X تربيع زائد 3X ناقص 2 ويساوي ناقص X تربيع ويساوي صفر إذن بعد ما طرحناها إذن بتصير عندنا المسألة كالآتي إذن مثل ما حكيت هنا X تربيع زائد 3X زائد 2 هلأ X بدلا ما نخليها كل ياتها مساوى في X تربيع كل ياتها رح نساويها إذن مسألة مالها بالصفر فبتصير إذن عندي شكل المسألة X تربيع زائد 3X زائد 2 بزبط نخليها على حالها زي ما هي زائد 2 لا هي أصلا عندي في الأساس إذا لاحظتوا عندي إذن قيمتها هون سالبة فبتصير عندي هون قيمتها برضو شمالها سالبة 2 طب مسألة لو بدي أكمل على الزائد بقدر أكمل حال آه بقدر أكمل حال لكن إحنا عشان مثال كتاب فبدي أرجح المسألة لخطوة اللي هو عندي ناقص 2 المسألة الخطوة اللي بعدي ها عندي نقدر نكمل كالآتي الخطوة بتحكي عندي بعد إذا ما نساوي الخطوات في بعضهم البعض ونقسمهم ونطلع القيمة بدنا نجمع الحدود المتشابهة حدودي المتشابهة لهي 3x ناقص 2 إذا عندي حدودي المتشابهة 3x ناقص 2 ورحة تساوي إذا عندي اللي هي قيمتها 0 طب لهون نسا بنعتبر إنه إحنا أنهينا الحل طبعا أكيد لا بعد ما نجمع الحدود المتشابهة فبنحولها لقيمة كسرية بتصير عنا اللي هي 2 على 3 إذا ما تكون عنا قيمة x تساوي 2 على موسيقى